السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الثالث السنوي أهلا بكم يا أبطال أهلا بكم يا دكتر على قناة أستاذ صابر بيبرس في مادة اللغة العربية إن شاء الله محل نكمل معكم حل أكتر من كتاب السنة دي طلاب 3 سنوي النهاردة بنحل تدريبات الأدب على الكلاسيكية من كتاب الامتحان لعام 2024 فبتنساش بقى تشترك في القناة ولايت للفيديو وتنشر القناة من صحابك عشان تكون دافع لنا للاستمرار وداعي لنا للاستمرار واللي اختار الإجابة الصحيحة عن كل سؤال من بين الإجابات التي تلي من العوامل التي ساعدت شوقي على التجديد طيب إحنا بندرس في مدرسة الكلاسيكية طيب في فرق من العوامل ومظاهر التجديد هل نشأته في قصر الخدوي طبعا لا دي غلط وظائفه لا هل تتلمز على دي المصرفي لا ثقافته المتعددة ثقافته الايه؟ المتعددة لأن شوقي جمع بين الثقافة العربية والأوروبية والتركية فكان دي الثقافات متعددة دي ساعدته على التجديد من العوامل التي ساعدت تلميذ البرودي على التجديد اللي هي زي النضال الوطني والإيمان بفكرة الجامعة الإسلامية فأنا عندي إحساس باستقنال الشخصية دي لأ وديها موجودة هناك هتلاقيه هناك عندي مين هتلاقيه عند أبولو نتيجة ثورة التسعتاشر اهتمام من النوحة الميانية ده مظهر من مظهر التطوير مش عامل الحرب العالمية ملهاش علاقة يبع عمق النضال الوطني الذي رسخنا دايما الإحساس بتراسل ايه؟ الأجداد مفهوم الشعر ووظيفته عند تلميذ البرودي هتقول لي قضايا العصر ومشكلاته إنما إحساس الشعر ده تلاقيه فين؟ تلاقيه عند مدرسة الديوان ماشي؟ الواقع ومتنقضاته ده عند مين؟ ده عند الواقعية موقف الإنسان من الكون هتلاقيه عند المهاجر ما أدى إلى سهولة الإسلوب لدى تلميذ البرودي على طول أسئلة سهلة دي أرتبطهم بالصحافة فسهل أسلوبهم وسلس تعبيرهم عن تجربة الزيتية هي التجربة الزيتية دي هتلاقيه عند مدارس الرومنتيكية وأي نعمهم أفسحوا المجال لبعض التجربة الزيتية بس التجربة الى كتجربة ذاتية في القصيدة ا plaque عندي المدارس الرومنتيكية إيمانه وفكرة الجامعة الإسلامية كانت علاقة بسهولة الإسلوب المؤمكون بين القديم والجديد ليس لدي علاقة بسهولة الإسلوب سورة الاسلوب لانهم ارتبطوا بالصحافة. من زعماء الكلاسيكا والتجاه للشقر المصراحي طب معروف طبعا ان هو شوقي شوقي. من زعماء المدرسة الكلاسيكية ونظمة الاليازة محرم. لغاية كده الاسئلة سهلة. نروح بقى الاسئلة دي كده اعتبر كده مراجعة على المدرسة بصورة اسئلة. لكن بقى شكل اسئلة الامتحان بتيجي بقى كده زي ما احنا نبدأ كده فيه. استنتج من كل بيت مما يلي واحدا من العوامل التي تساعدت تلاميذ البرود على التجديد وعايز عامل من عوامل التجديد بس نستنتجها من البيت. قال احمد شوقي يا دنشواي على ربائك سلام طبعا معروف حدس الدنشواي واللي حصل فيها. ذهبت بانسي ربوعك الايام وحدس الدنشواي الانجليز اعدامه كتير من اهل قرية الدنشواي. طيب يبقى هنا كان فيها تنديد بمظالم الايه بمظالم الاحتلال يبقى التنديد بالاحتلال ومظالمه لما لاقي حدس الدنشواي الكلام عن حدس الدنشواي يبقى عامل هنا التنديد بالاحتلال ومظالمه لان احنا هنا منجي نحلم فيه دلالة اللفظ والمعنى. طب هنا دلالة اللفظ والمعنى بيودين ايه لما بيتكلم على دنشواي وبيرث اللي حصل في دنشواي يبقى التنديد بالاحتلال ومظالمه التنديد يعني فتحة. هنا ما جابش سرط الدستور ولا جاب تعدد الاحزاب ولا جاب الايمان بفكرة الجامعة الاسلامية. قال حافظ ابراهيم يا طالب الدستور اخد بالك بقى من دلالة اللفظ هنا ماشي لا تسكونوا يعني لا تهدقوا ولا تبيتوا على يأس ما تيأسوش ولا تتضجروا يعني طلوبوا دستور قوي. هل هنا موقفهم من تعدد الاحزاب هنا بيتكلم على الدستور مش الاحزاب موقفهم من تحرير المرأة لا ماتيش هنا موقفهم من حرية الصحافة برضو لا يبقى هنا موقفهم من ايه يا جماعة من الدستور فين دلالة اللفظه يا طالب الدستور لا تهدقوا حتى تحصلوا على دستور ايه ولا تيأسوا دستور يليق بمصر. فلفظة الدستور تدل على دال قال احمد محرم جاهلون ظن ان العلم مفسدة للبنت فانتقص التعليم وانتقدها. جاهل بيظن ان تعليم البنت ده مفسدة يفسدها فبدأ ينتقص من التعليم. طيب لما نتكلم عن البنت وعن المرأة وقضية تعليم البنت وقضية تعليم المرأة يبقى على طول تروح للموقفهم من تحرير المرأة وموقفهم من قاسم امين. فيه ايدوا قاسم امين وفيه عرضوا قاسم امين. يعني من شعراء المدرسة من ايدوا قاسم امين في تعواته ومنهم من عارضه لقضية خلع الحجاب والسفور والتبرج عرضوا فدية. انما في قضية التعليم ام كانوا موافقين ان البنت ايه تتعلم. يعني هنا موافقه موافقه في قضية التعليم لكن احمد محرم في قساءة تانية بيعرض في قضية التبرج وايه والسفور. فهينها دلالة اللفظ والمعنى رايحة لنا الالف فما فيش موقف من حرية الصحافة ولا موقف من وحدة الامة ولا دستور خالص. لا وبتكلم عن قضية تعليم المرأة يبقى تحرير المرأة. لما تلاقي كده تتعلمها الحاجات دي. قال حافظ ابراهيم فانشأوا الف كتاب للكتاتيب بتعلم القراءة والكتابة وقد علموا ان المصابيح لا تغني عن الشهب. المصباح الصغير ما يعنيش عن الشهب النجم الكبير. فما لكم ايها الاقوام جامعة يعني الكتاتيب لا تغني عن وجود جامعة في مصر إلا بجامعة موصولة السببي. يبيننا بتكلم عن إنشاء الجامعة المصرية عام 1906. لفظ الدلالة الجامعة تودينا لإنشاء الجامعة الإسلامية. هنا ما ندتش بمظالم الاحتلال ما فضحش ضرائم الاحتلال. ما فيش هنا بتكلم عن الصحافة وحرية الصحافة ما فيش موقف من الدستور هنا. دلالة اللفظ هنا بيتكلم على إنشاء الجامعة المصرية. قال أحمد شوقي إنما نحن مسلمين وقبطة. يعني بتكلم عن المسلمين المسيحيين أمة واحدة يبين موقفهم من وحدة الأمة يعني ما فيش كلام عن الدستور وحرية الصحافة لا تحرين المرأة. يكلم عن مسلمين و القبط أمة واحدة وحدة على الاجيال يعني الإجابة رقما به موقفهم من وحدة الأمة. اقرأ الابتنة ثم ميز الإجابة الصحية عن كل سؤال من بين الإجابات التي تليه يقول حافظ واصفاً شعر شوقي طيب لقد زاد هوجو فيه خصب قريحة هوجو فيكتور هوجو الشعر الفرنسي اللي تأثر به شوقي زاد شعر يعني جعل شعر شوقي خصب وقاب إلى أوطانه جد ممرع يعني جبه الأوطانه كده بشعر جميل يعني طيب هنبقول لك خيال البيت الصافق ميز من ميال العامل الذي هيأ لشوق تطوير شعر مدرسة بإحياء والبحث هتقول لي درس الحقوق وبيتكلم على تأثره فيكتور هوجو ثقافة التركية فيكتور هوجو كان فرنسي ما ينفعش مشاهدة المسارح لا يبطلع على الأدب الفرنسي وخاصة أدب فيكتور هوجو قال أحمد محرم أهذه ديار القومي غيرها الدهر فعوجوا عليها نبكيها أيها السفر دي ديار القومي نبكي ديار بكات ديار من سمات القديم التي حافظ عليها الكلاسكيون من سمات القديم أن يبدأ القصيدة بالغزل والبكاء على الأطلال ويكون فيها تصريع وفيها وحدة الوزن والقفية دي كلها سمات الشكل من القديم يبين البدء بالبكاء على الأطلال دلالة اللفظ نبكيها ديار القوم نبكيها يبقى بكاء على الأطلال دلالة اللفظ ما فيش بدء هنا بالغزل تقول لي ما أنت قلت يا أستاذ بدء بغزل بكاء على الأطلال أيها هنا في غزل؟ لا هنا في بكاء على الأطلال بس اهتمام بالنحية البانية لا وارتباط بالصحافة لا يبين البكاء على الأطلال قال محمود غنيم ليهنك يا أبولو الانتصار بربك كيف طرت بهم وطاروا من مظاهر التجديد عند تلاميذ البول هنا بتكلم على السفينة الفضائية أبولو فهنا لما يتكلموا الكلاسيكيين الكلاسيكيين يتكلموا عن اختراع حديث الاهتمام أو التعبير عن المختراعات الحديثة إبا دي مش خاصة بشوقي بس ماشي لأ دي تجي عند كل الشعراء المدرسة ولما جابها في امتحان رسمي جابها الحافظ إبراهيم إبا إبا إنا ما تكلمش على اختراب من الجماهير والاهتمام بالتجارب الذاتية ولا بتقارن معاني يعني من نظار التجديد التعبير عن المختراعات الحديثة ما تكلم على أبولو ليهنك يا أبولو الانتصار وبربك كيف طرت بهم وطاروا عشان تفهم طرت بهم وطار بيبتكلم على الحاجة الطير في الهواء يبقى أبولو ده طار في الهواء اللي هي السفينة الفضائية أبولو يقول أحمد شوقي المهدي منادياً ليلة طبعاً مصرحيت إيه قصوا ليلة ليلة انتظر قيس ليلة ليلة من أقصى الخباء ما وراء أبي المهدي هذا ابن عمك ما في بيتهم نار تظهر ليلة عند باب الخباء ليلة قيس ابن عمي عندنا يا مرحباً يا مرحباً قيس متعتي ليلة بالحياة وباللغة الأرباء يبقى ده يا جماعة ده الشعر المصرحي مصرحية يعني في طريق شعر يبقى هنا المجالة الذي طرقه شوقي في سعارة تطور الشعر هنا ما فيش ناحية بانية وفيش اتجاه بالشعر اتجاه إسلامي ولا التجاهل التاريخ هنا ابتقال الشعر المصرحي لما رجع من فرنسا قال حافظ إبراهيم ماشي طبعاً دي مصرحية مجنون ليلة دي خلاص اللي بتكلم فيها عن قصة قصة وليلة ونحن كما غنى الأوائل لم نزل الأوائل لهم القدماء نغني بأرماح الرمح وبيض اللي هي السيوف البيض اللي هي السيوف وأدرع ماشي ده في القديم عرفنا مدى الشيء القديم كده عرفنا مدى الشيء القديم فهل مدى لشيء حاضر النفع ممتع ما فيش بقى اللي احنا نتجه بالجديد ونجدد يعني نحافظ على القديم أه بس نجدد برضو طيب من سمات الكلاسيكية المؤامة بين الأخذ من التراص ده دلالت البيت الأول والالتفات إلى ثقافة العصر ده في الشطر في البيت التاني وخاصة في الشطر التاني مش ابتقار معاني يبقى الإجابة رقم جيم المؤامة بين الأخذ من التراص والالتفات إلى ثقافة العصر لما أدي ثقافة التراص عرفنا الشيء القديم ودي ثقافة العصر فهل مدى شيء حاضر النفعي ممتع قال حافظ إبراهيم مادحا أحمد شوقي بلغت بوصف النيلي من وصفك المدى انت وصفت النيل وصف جميل شعر الوصف وأيام فرعون يبين نتكلم عن التاريخ القديم ومعبودي رع أن دي أيام سابقة لإيه سابقة لأحمد شوقي لكن أحمد شوقي لما يتكلم عن الاحتلال الإنجليزي ما بيتكلمش عن تاريخ بيتكلم عن قضايا عصر بالنسبة لنا احنا دلوقتي تاريخ قضايا الاحتلال الإنجليزي لكن بالنسبة لشوق قضية عصر مش تاريخ شوقي لما يتكلم عن تاريخ يبتكلم على من سابقه على من سابقه شوقي من سابقه نحن طبعا يام فرعون معبودي رعا دي تاريخ بالنسبة لشوقي وما سبط من عادي البلاد وأهلها وما قلت في أهرام خوف كل ذات بيتكلم برضو عن تاريخ المؤولي عبر عن مختارات الحديثة هنا في البيتين ما فيش مختارات حديثة فيش برضو شعر إسلامي ما فيش منجزات عصرية بعدل عن المديح إلى التاريخ يبقى من مزار التجديد عند شوقي اللي اتضحت في البيتين اللي حفظ براين بقوله انت اتكلمت عن أيام فرعون واتكلمت عن الأهرامات واتكلمت عن خوفه يبقى اتكلم عن التاريخ يبعدل عن المديح إلى التاريخ قال الأمير شكيب أرسلان ماشي ده ده اللي تتلمز على يدي البرودي عن طريق المراسلة أرسل أرسلان مراسلة في كل حدثة يزف قصيدة تؤتي جميع الكائنات بهاءها ده شكيب أرسلان مياسي في شوقي بقوله ان في كل حدثة بيجيب قصيدة إذا شوقي يهتم بقضايا وحوادث العصر هنا هو يبارتبطهم بالصحافة بقولك ان شوقي في كل حدثة في المجتمع بيتكلم عنها بقصيدة يبقى دي ما نجعل ما فيش روعة موسيقى ما فيش اهتمام بالنحية البيانية يبقى ننشغلهم بقضايا العصر وحوادثه ودلالة اللفظة هي حدثة حوادثه ودلالة المعنى ان هو في كل قصيدة في كل حدث سيتكلم بقصيدة يبقى إذا شوقي منشغل بقضايا عصر وحوادث عصر قال محمود غنيم يرفي علي الجارم وتساءل التاريخ عن من شعره وكان السجل لا لحادثات زمانه التاريخ بيسأل عن الإنسان اللي شعره كان بيسجل فيه كل حوادثات زمانه من خلال البيت السابق الدورة الذي قام به تلاميذ البرودي انهم عبروا عن رأى عصرهم ده سجلوا كل حوادث زمانهم ده ابن الله فين عالجوا المشكلات لا سجلوا سجلوا أحداث العصر أيوة وقضايا أيوة هي كده جيم دلالة اللفظ والمعنى تودين الجيم مش استكملوا مهدئة البرودي بل إجابة رقم إيه جيم سجلوا أحداث العصر وقضايا أو عن من شعروا كان السجل لحادثات زمانه يبقى سجلوا أحداث العصر قال شوقي يبقى سجلوا السجل لغاية سجلوا smoothie يبقى كلم Meow معorgt وقضاء surface الضر سجلوا على سن والجمع بين الثقافة العربية والثقافة الأجنبية كنا نحن نقول لا الإجابة به. طب نتمنى ان انت برضو كنت تحزف الف خالص عسى ما تعملش اللقبطة. ليه? لان ان الذي ملأ اللغات يبقى موقعنا عارفين اللغات. يبقى جمعوا بين الثقافة العربية اللي هي في الشطر التاني. واللغات الأجنبية ما دي محتملة. وما دام يا جمعة الاختيار محتمل ياريت ما يجيش. ياريت ما يجيش خالص. يبقى هي فعلا الإجابة الصحيح هنا به. وده اللي كنا نقوله على الأول. بس ياريت شلنا ألف دي من الاختيارات. قال الشاعر مادحا شوقي من كلم الأطلال يبقى هنا بالأطلال. حتى أفصحت يعني بينت ووضحت وترنمت وغنت باللحن في بنيانه. من سمات الكلاسيكية على طول كلم الأطلال يبقى ذكر الأطلال. مش بدء بالتصريع ولا الغزل ولا البيت. حتى هنا مفيش تصريع هنا منتهي بالتاء والهاء. وحدة البيت إن كل بيت يعني بيتكلم عن موضوع لأن القصيدة متعددة الأغراض دي من سمات فعلا الكلاسيكية وحدة البيت لأن الروع عند الرومانتكية وبالوحدة العضوية. قال الشاعر مادحا شوقي من أثمرت كل العلوم بعقله وتمايل التاريخ في بستانه. التاريخ بيتمال في بستان شعر شوقي. إذن شوقي تكلم عن التاريخ. إذن الاتجاه إلى التاريخ يا أستاذ على طول كده دلالة اللفظ والمعنى زي ما تعلمنا منك دلوقتي. وإحنا بنحل. وبرضو لما حلت تدريبات الكلاسيكية في الإبداع وفي الأضواء لإناه كده. ارجع بقى اسمعهم. احنا بنحلنا الإبداع والأضواء ودى الامتحان. وإن شاء الله قريبا هتشوف تدريبات بيان. يبين ما فيش مخترعات حديثة والارتباط بالجماهير ولا جماعات ايه ولا جامعة الثقافات المتعددة. طيب قال شوقي بعد رحيل اللورد كرومر لما رحلت عن البلاد تشهدت فكأنك الداء العياء ورحيلة هنا. نتكلم بالسوء انت لما مشيت عن البلاد تشهدت يعني اشهدوا اللي اللي اللي. اشهدوا اللي. ايه انت لما تبقى خلاص مكبوط خلاص خرقت من الكبت. احسبت ان الله دونك قدرة حسبت ان رب العزل لن يقدر عليك يعني لا يملك التغيير والتبديلة. لا خلاص وتشلت. اتشلت طبعا بعد حدثة ايه. دونشواي لما كان بدور من مصطفى كامل ومصطفى كامل في دل أيام يعني يفضح هذه القضية وحدثة دونشواي في جميع اوروبا. فاوروبا ايه انجلترا عشان تحافظ على مكانتها شالة اللورد ايه كورومر. يبقى انا موقفهم يا جماعة من الاستعمار كورومر الحاكم الانجليزي في مصر. دلالة اللفظ تودين على طول ايه به الاستعمار. يتكلم على موقفهم من الاستعمار. قال حافظ ابراهيم شاعر النيل. انا لا اقوله دعو النساء سوافرا. انا مش مؤيد دعوة قاسم امين في النساء تخرج سافرة متبرجة. بين الرجال يجلنا في الاسواق يخرجوا من الرجال في الاسواق كده رايحين جايين عادلة. كلا ولا ادعوكم ان تسرفوا في الحاجبي. وبرضو ما بلقوش تحجبوهم بالكلية يعني. لازم تخرب لبعض حاجتها وللتعليم والتقييد والارهاقي. فتوسطوا في الحالتين وانصفوا وعدلوا. فالشروا في التقييد اللي انت تقيدها تقييد كامل وفي الاطلاق الكامل ايضا. وانا اتفق مع حافظ ابراهيم تخرج بالضوابط الشرعية. يبقى هنا بيتكلم يا جماعة النساء وبتكلم عن قضية النساء وبتكلم عن قضية المرأة. وموقفهم من قاسم امين. يبقى لك دي او دي. قال حافظ ابراهيم يمدح شوقي فجديده رد القديم. يبقى عن الجديده القديم. هو الاخذ من التراث والالتفات لثقافة العصر على طول. يبقى لي جديده رد القديم يبقى له استاذ الاجابة رقميجين. ما فيش هنا تجارب ذاتية. ما فيش تنوع اغراض. ما فيش ارتباط بالجماهير. الجديده رد القديم من البلة. يعني من القبور. واعاد سؤدده الى اباني. يعاد السيادة. سيادة الشعر العرب تاني. والادب العربي تاني. اصبح ايه. في سيادته. ليه. لانه تم تجديد الايه. القديم. يبقى اخذوا من التراث والتفتوا الى ثقافة العصر. كما فعل تلميذ البرودي. يبقى جديده قديم بتودين على طول ايه. دلالة اللفظ هنا لجي. قال احد الشعراء في شاعر كلاسيكي. طرى فنون الحلى في شعره موزعة بين المشاهد والاثار والحكم. ولكن الشعر الكلاسيكي بينوع في الاغراض. يتكلم عن المشاهد الاطلال والاثار. هنا بقاع الاطلال وحكم. يبدأ كما اخذت في القصيدة الجالية تبدأ بالغزل وبقاع الاطلال. هذه البقاع الاطلال. ثم ينتقل الى وصف الرحلة والناقة. ثم الغرض الرئيسي. ثم تنتهي بالحكم. يبقى هنا من سمات المدرات نحس الشكل مفيش واحدة عضوية ومفيش بدء بالغزل. انا عندي الف وجيم ينفعه. بس الدلالة اللفظ بتودينا المشاهد والاثار ديته بذكر الاطلال. بس اتمنى ان الف ما تجيش. لبقى لان يا استاذ يا واضع هذا الكتاب انت لك عمل يعني مجهود كبير جدا على الرأس والعين. وانت قام يعني نتمنى يعني اللي احنا نصل له في يوم الايام اللي انت تحط كتاب زي كتاب لانتها. لكن لما تقول ان شعره موزع ما بين المشاهد والاثار انت كده بتقول لي فيه تنوع الاغراض في القصيدة. وتنوع الاغراض في القصيدة تعني وحدة البيت ودي سمت شكل برضو. ان يعني كل بيت بيتكلم عن موضوع معين. فكده تمشي دي. طبعا دي الاقوى بس نتمنى ان دي برضو تتحزف. لان دي محتملة. قال شوقي ألوم معذبي. يا المتكلم بتكلم عن نفسه. فألوم نفسي انا. فأغضبها ويرضيها العذاب. اغضبوا نفسي. ولو اني يا المتكلم استطاعت وتقل فاعل على هضم يعني انا. لتوبت عنه ولكن كيف عن رحي بتكلم عن نفسه. وانت خدت عند الكلاسيكية افسحوا المجال لبعض التجارب الذاتية. قبل ما الرومانتيكية يبدأوها هم كانوا بدئنا سنة. عشان كده لما هتروح للرومانتيكية عند مطران لو حد يخذ مطران هيبدي يقول لك ايه? بدأ الاتجاه الرومانتيكي مع الكلاسيكية. يعني بدايته ما كانش رومانتيكية ما كانش مطران. ده مطران طور. ماشي لكن البداية كلاسيكية. يبقى كلاسيكين كان لهم دور في التجارب الذاتية. يبقى هنا نقول يا جماعة التفاتهم الى التجارب الذاتية. عرفنا مني? لم قال لي معذبي نفسي اني دلالة الالفظ كلها التفاتهم الى التجارب الذاتية. فيش هنا اخذ من تراث ولا اهتمام بالتنوع الاغراض والارتباط بالجمهير والصحافة. قال شوقي قم سليمانه بصاته الريح قامة ملك القوم القوم دي فاعل هم اللي ملكوا من الجو الزمامة باختراع الطيران ذهبت تسمو فكانت اعقبة يعني زي طائر العقاب اللي هو النسر فنصورا يا زي السقور والنصور فسقورا فحمامة هنا بيتكلم على ايه يا جماعة على اختراع حديث اللي هو الطيران لما تلاقيه كده بالتجار للمختارات الحديثة. فيش هنا حتة بالاستبعاد ما فيش اتجاه اسلامي. فيش ارتباط بالجماهير ولا ثقافة معددة. ما انت بتحل الادب دلالة لفظ او دلالة معنى. ما فيش كده يبقى بالاستبعاد. يعني انت حتى لو مش فاهم هنا ان هنا بيتكلم على الاختراع الحديثة اللواء الطيران في الجو وكده. حتى حتى بالاستبعاد. هنا في اتجاه اسلامي لا. هنا في جمع ثقافات متعددة. تكلم على اللغات الاجنبية والعربية وكده لا. هل انه في الارتباط بالجماهير لا. يبقى كده المختارات الحديثة ويقصد هنا كده ملك الجو به. القوم ملك الجو به بسلاح الطيران. قال احد الشعراء يرثي احمد محرم. صاحب الاليازة الذي طوع الشعر العربي للقصص الحماسي. وكل حين يعني كل زمان له شعر تتيه به محافل الادب. محافل الادب تفتخر به. ماشي. الادب العالي من الطربي. فللحماسة ايات. شعر الحماسة لآيات مغلبة في ثورة الحق. بس دي ثورة حق. لا في صورة الغضب. حماسة بس حق. مش غضب. يظهر في البيت الثاني. فللحماسة ايات. مظهر من مظاهر التجديد عند التلاميذ البرودي. هو بيتكلم عن مين يا جماعة؟ عن احمد محرم. يبقى هنا مش تطوع الشعر العربي للقصص الحماسي. ايوه. وقال له في البيت الثاني. فللحماسة ايات في ثورة الحق. ايوه. يبقى كده الاجابة رقم كام؟ رقم دال واضحة. مفيش هنا اهتمام بقضايا العصر. ولا اتجاه لوصف المنجزات ولا اهتمام بالتجارب الزتية. قال احمد شوقي مرت عليهم في اللحود اللي هي القبور. اهلة. يعني شهر ورا شهر ورا شهر. ومضى عليهم في القيود العامه. السنة عدت عليهم في القيود. نيرون. حاكم ده من زمان خالص يعني. قبل التاريخ. لو ادركت عهد كرومر. لو عشت انت لعاية ما شفت كرومر الانجليزي. مع ان انت ينرون كنت ظالم جدا. لو عرفت كيف تنفذوا الاحكام بيلمع لايه؟ بحادثة دونشواي. لما اعدام المصريين ظلما وزورا على انه مقاتلوا ضابط انجليزي. وهو مات من ضربة شمس. اذا ما يتكلمش هنا عن المختارعات الحديثة والارتباط بالجماهير ولا جمع بين الثقافات. هنا بيتكلم عن الموقف من الاستعمار. دلالة اللفظ فين؟ كرومر. والنفذة الاحكام فين؟ حد سد شوائي. لازم تبا داخل عارف المعلومات دي كلها. يقول علي الغاياتي مخاطبا شوقي. يا شاعر النيل العظيم. اما ترى للنيلي. الا اسوأ الحالات تنمش شايف النيل هنا. يعني طبعا هنا كناية عن مصر. او انت ترى عن سواك حديثه. او انت تروي عن سواك حديثه. كما نرى الدستورة ليس بقات دستور مش عايز يتعمل. طيب. يظهر في البيتان السابقين من سمات الكلاسيكية من حيث المضمون يعني الموضوع. الشكل عند الكلاسيكية مع ان هيبدأ يقسم لك شكل ومضمون من اول ابوله. لكن يعرف ان سمات الشكل عند الكلاسيكية. اللي هي وحدة الوزن والقافية. البدء بالتصريع. يبدأ بالغزر والبكعة الاطلام. يا وحدة البيت. كل ده سمات شكل عند الكلاسيكية. طيب. هو هنا عايز مضمون بقى الموضوع اللي اتكلم عليه. طيب هنا اتكلم عن ايه? اتكلم عن قضية الدستور اهو. طيب. الدستور دي مخترعات حديثة. لا. ارتباط بالجماهير. لا. دي مشكلة مجتمع وقضية مجتمع. يبقى التعبير عن مشكلات المجتمع وقضاياه. لما ترى النيل في اسوأ الحالات. اللي هي مصر يعني. اما تروي اما. او انت تروي عن سواك حديثه وكما نرى الدستور. ليس بياتي. يعني الدستور كده شكله مش جيف. دي قضية مجتمع. فالاجابة رقمي به. يقول علي الجارم دور الازاعة كم نشرت ثقافة. آآ ثقافة. جلت مآثرها مفاضلها عن الافصاح. يظهر في البيت السابق. قال اه تمام بحرية المرأة. هنا بيتكلم عن الازاعة كالله دور في نشر الثقافة. هل هنا تديني موقف الكلاسيكيين من الدستور؟ لا. التعبير عن روح العصر ثقافيا. آآ هم عبروا عن روح عصرهم ثقافيا واجتماعيا واخلاقيا. بل لو مجاب اخلاقيا اقول له اخلاقيا. اجتماعيا هنا بيتكلم عن الثقافة. يبقى التعبير عن روح العصر ثقافيا. مفيش هنا فكرة الجامعة الاسلامية. هنا الجامعة الاسلامية بقى مش الجامعة المصرية. الجامعة المصرية ليس جامعة القاهرة دي مثلا. اما الجامعة الاسلامية اللي هي رمز لوحدة المسلمين اللي هي الخلافة الاسلامية. فلما يتكلم عن وحدة المسلمين في العالم الاسلامي ييمان بفكرة الجامعة الإسلامية بل إجابة رحمة دي هنا طبعا نجي في امتحان علمي 2021 كنت أتمنى اللي أنتو تحطوا في اكتاب الامتحان كل أسئلة الكلاسيكية اللي جدت في الامتحانات السابقة في ثلاث سنين السابقة كان أفضل هو جابه سؤال واحد بس جاي بتدريبات كويسة تدريبات آخر السنة بتيجي زي كده سهلة ومباشرة زي كده وعديك شوف توقع دي سؤال امتحان جاي نفس النظام يا حديدا ينساب فوق حديدا كان سياب الرقطاء وهنا حطولهم أن الرقطاء في الامتحان أن الرقطاء معنى الحية والرغام التراب في الامتحان كده بحطولك معنى بعض الكلمات جميل طب إيه اللي بيمشي حديد بيمشي على حديد زي الحية ما بتمشي على التراب القطار صح؟ يبقى هنا بيتكلم عن إيه؟ اتجاه الوصف المنجزات الحديثة حتى التعبير عن مشكلات المجتمع وقضايا ما لديش علاقة يا حديد ينسابه فوق حديد ارتباط بالجمهير وجميع من ثقافات لا يبقى لجابة كده رقم كام؟ رقم ألف كده انتهينا من حل تدريبات الكليسيكية من كتاب الامتحان لعام 2024 وعشرين تابعونا ان شاء الله على القناة وانشوروا القناة من صحابكم عشان تنفعكم جدا السنة دي بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته